ومن أخبار الرياضة في نشرتنا فاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف المباراة الودية التي جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت أحرز هدفي المنتخب الوطني مصطفى محمد في الدقيقة الرابع والثلاثين ومحمود حسن تريزيجي في الدقيقة السادسة والأربعين من عمر اللقاء فيما قلس المنتخب البلجيكي النتيجة بهدف في الدقيقة السادسة والسبعين عن طريق لعيبه لويس أوبيندا ويعد فوز مصر هو الرابع في تاريخ مواجهتها ضد بلجيكا التي تسعد لخوض غمار بطولة كأس العالم في قطر مقابل هزيمة واحدة